صعوبات التعلم مشكلة يعاني منها عدد كبير من أبنائنا وأغلب أولياء الأمور ما يعرفون يتعاملون مع هالمشكلة إذا كانت موجودة عند عيالهم اليوم في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا أصبح أولياء الأمور أمام مسؤولية أكبر بتعليم أبنائهم ممن يعانون من صعوبة التعلم عن طريق الأونلاين وهالشي أكيد يتطلب جهد كبير وبحوار نالياي مع ضيفنا عبر سكايب الدكتور ذياب العجمي الدكتور المتخصص في التربية الخاصة رح يكون لنا حوار حول هذا الموضوع فنقولك مساك الله بالخير دكتور هياك الله معنا في كويت اليوم مساك الله بالنور كيف حالك؟ يا هلا ومرحبا إن شاء الله طيبين طيبين طيب حالك الله يسلمك في البداية دكتور نبيك تعرفنا شنو يعني مصطلح صعوبات التعلم مصطلح صعوبات التعلم هو شيء يسعد الله مساكم وقواكم الله مصطلح صعوبات التعلم ومصطلح تقريبا صار فيه خلاف كثير على سنوات طويلة ولكن هو الآن متفق عليه أن الطراب في الجهاز العصب المركزي يؤثر على بعض الصعوبات النمائية الأولية مثل التذكر والانتباه والإدراك وتنعكس هذه على الصعوبات الأكاديمية مثل القراءة والكتابة والحساب نعم دكتور كذلك يكن في ظل جائحة كورونا خلال هذه الفترة ممكن تتحول طريقة تعليم الأشخاص اللي يعانون من صعوبة التعلم إلى حصص الأولاين ولا لازم وجها لوجها مثل ما نقول هو للأمانة يعني أولا صعوبات التعلم لابد يكون لهم طريقة تدريس معينة خاصة فيها التدريس المباشر فيها التدريس باللعب فيها التدريس بالأنشطة فيها عدة نظم أو طرق أو استراتيجيات لابد من استخدامها حنا كنا ننادي يعني أنه يكون للتكنولوجيا دور فيها عملية تدريس والأمانة والآن والآن الحمد لله يعني أنضم هذا الوضع الاستثنائي الإجباري ولكن إن شاء الله فيه فائدة لأبنائنا الطلاب ولكن لا نكتفي بالتدريس أونلاين فقط لابد يكون وللأمر موجود يعني يقوم بمقام المدرس المساعد في البيت ولابد من استخدام أنشطة كثيرة ما نستخدم بس طريقة الشرح المباشرة عن طريق برامج التدريس مثل زوم أو أي برنامج آخر يستخدم الآن نعم لا شك دكتور شلون يقدر أولياء أو يقدرون أولياء الأمور أنهم يساعدون أبنائهم ممن يعانون من صعوبات التعلم بحصص التعليم عن بعد والله وسابقا كان دور ولي الأمر في البيت يعني مهمش إلى حد ما للأمانة ولكن الآن لابد يكون هو يعني العامل المرتكز عليه في العملية التعليمية بعد المعلم والمنهج لأنه هو من سيقوم بتوصيل الرسالة بطريقة صحيحة لابنه الطالب المصاب بصعوبة التعلم لأن صعوبة التعلم يبي لهم تدريس مباشر ومتابعة دائمة حتى يواكب بأخوانا الطلاب الآخرين العاديين في الفصل أو عن طريقهم الأونلاي ولكن شلون يقدر يساعد هذا بالتنسيق مع إدارة المدرسة مع الأخصائي الاجتماعي مع الأخصائي النفسي مع المعلم من الفصل نفسه شل أنشطة اللي لازم يسويها شلون طريقاتها شلون تطبيقاتها عشان يقدر يوصلها بالطريقة الصحيحة للطالب ويكون مساعد للمعلم في سرعة توصيل المعلومة لأنك مثلك عارف يعني صعوبات التعلم الطلاب يعانون في صعوبة في بعض المواد في صعوبة في التذكر في صعوبة في الإدراك ولكن نستخدم بعض الاستراتيجيات اللي نحاول نتغلب على هذه الصعوبات أو نتجاوزها فلابد من تدريب المعلم لولي الأمر عشان يقدر يساعده في البيت يقدر يساعد المعلم في توصيل المعلومات للطالب رحيح أيضا دكتور يكن في التعليم العادي في توجه لاستمرار العمل بطريقة التعلم عن بعد مثل ما احنا شايفين حتى بعد أزمة كورونا إن شاء الله فهل تشوف أن اللي يعانون من صعوبات التعلم ممكن هم يستمرون معاهم في طريقة التعلم عن بعد ولا هالطريقة لازم تكون مواقتة؟ لا بالعكس ننادي باستخدام أي وسيلة تعليم أخرى ولكن ما نستغني عن التعليم المباشر للطلاب لأن ارتكاز التعليم في صعوبات التعلم على التعليم المباشر التعليم الفردي للأمور اللي عنده صعوبة فيها ومن ثم ننتقل إلى المواد الأخرى عادي يتعلم مثل أي طالب آخر يعني هو ترى بشكل عام نسبة الذكاء المتوسط وفق المتوسط فيقدر يتأقلم مع أي فصل مع أي طريق التدريس ولكن عنده مشكلة في بعض النقاط سواء في القراءة أو في الكتابة أو في الرياضيات وهذه ناتجة مثل ما قلنا في البداية عن الإدراك عن الذاكرة عن الانتباه وهذه نتغلب عليها في بعض الاستراتيجيات ونكمل معها سواء في استخدام التكنولوجيا استخدام الأنشطة الأخرى استخدام الأمور التفاعلية ما في بالعكس هذا ننادي ونبيها تستمر بعد بالتأكيد أيضا دكتور يمكن بعض الناس ما يفرقون اليوم شون أعرف أن ولدي أو بنتي عندها مشكلة في صعوبات التعلم شنو هي العلامات أو الأشياء اللي ممكن نلاحظ أن هذا الولد في صعوبات التعلم والله للأمانة الآن أغلب اللي يحسون في أولياء الأمور أو اللي يعاني من أولياء الأمور بعد ما يدخل الطالب للمدرسة فيشوف الاختلاف في نتائج المواد الدراسية وفي قاب كبير بين المواد يعني في المواد الاجتماعية في التربة الإسلامية يأخذ امتياز أو درجات عليه جدا ولكن في مسألة المادة اللغة العربية مثلا أو الرياضيات يكون منخفض جدا فهنا يتبدأ التساؤلات ولكن هو الأفضل أن يكون فيه تشخيص مبدئي في حال أنه لاحظ عليه ملاحظات في مسألة انتباه الإبن له الإدراك مسألة الحفظ ومسألة التذكر هذه من النقاط اللي تبدأ يعني تكون المؤشرات الأولية للصعوبات التعلم وهذا يجعل الولي الأمور أنه يبحث عن سبب هذه المشكلة عند الطالب ولكن فيه الآن تطور التشخيص نحن نقدر حتى التشخيص قبل دخوله للمدرسة وهذا الأفضل نحن نتدارك المشاكل حتى قبل أن نصير فيه مشاكل أكاديمية صحيح دكتور ضياب نبي نستوضح منك كذلك خطوات العلاج أو مثل ما نقول علاج صعوبات التعلم فشو نتعامل اليوم مع أبنائنا اللي يعانون مع صعوبات التعلم هو علاج معين ما فيه إلا في نقطة واحدة راح أذكره لها ولكن صعوبات التعلم تدريبات هي عدل دكتور أغلب اللي يستخدم معهم استراتيجيات لتغلب على المشاكل اللي عندهم أو الاضطرابات اللي عندهم مثل اضطرابات الانتباه والذاكرة ففيه استراتيجيات معينة اللي تساعد على التذكر تساعد على طول مدة الانتباه كيفية استرجاع المواد اللي حفظها ففيه شغلات نستخدمها ولكن هناك الـ ADHD اللي هو فرط النشاط مع تشتف الانتباه يدخل فيه مجال آخر يعني يدخل فيه علاجات طبية يدخل فيه علاجات غذائية أو بالتغذية ويدخل فيه علاج سلوكي معين حتى نتغلب على هذه الأمور يعني على حسب إعاقة على حسب ما يعاني منه الطالب من الصعوبة يعني إذا الصعوبات تذكر لها استراتيجيات معينة انتباه إدراك عنده مشكلات في فرط النشاط وتشتف الانتباه هذه كلها كل وحدة لها طريقة ومشكلتنا حنا في الصعوبات إنه ما في صعوبة منتشرة عند الطلاب فكل طالب عن طالب يفرق في الصعوبة والشدة وآلية العلاج معه فلذلك نعتمد أساسا على الخطة الفردية لكل طالب نعم دكتور إحنا ما ودنا نخرع شوي أولياء الأمور على الهوى لكن ودنا يعني ننبه يعني هل اليوم صعوبات التعلم هذه اللي تذكرها دكتور حضرتك هل هي ظاهرة في المجتمع يعني أن نقدر نقول أن في كل بيت ممكن نجد أحد ولا هي حالات نادرة فقط والله هي موجودة وأغلب الدراسات اللي طبقت والحديثة منها أنه في نسبة تقريبا 2% من طلاب المدارس في جميع مدارس الكويت من 2% إلى 5% هذه حالات صعوبات التعلم يعني كل مدرسة فيها 100 طالب 5 طلاب تقريبا طلاب صعوبات تعلم ولكن تختلف ما هي الصعوبة نعم أيضا دكتور كمراكز خاصة أو حكومية هل يعني من وجهة نظرك قاعد تشوفها متطورة وتتبع الطرق الحديثة بمسألة التعامل مع صعوبات التعلم ولا نحتاج اليوم نستورد تكنولوجيا يديدة موجودة في دول برة لتعليم أطفالنا الحمد لله يعني عندنا في الكويت عندنا جمعيات النفع العام عندنا المراكز الخاصة قاعدة تحاول تواكب التطور وتطور من نفسها يعني لاستقطاب هؤلاء الطلاب بالجانب الحكومي في أكثر من يعني تجربة ولكن للأسف أنها لم تستمر وصار فيها تغييرات في التطبيقات أخل في النظرة العامة لها فلذلك لابد من تطوير الجانب الحكومي في المدارس الحكومية في مسألة تربية صعوبات التعلم ودمجهم بالطريقة الصحيحة والجمعيات النفع العام لا الأمانة قاعدة تواكب أول بأول في التطور للأمانة نعم دكتور أضياب ذكرت دمجهم في التعليم لكن هل اليوم يحتاجون إلى أن نعزلهم ولا بالعكس اللي فيهم صعوبات لازم ندمجهم مع الأشخاص الآخرين المتعلمين العاديين يعني الأطفال عشان يصيرون أحسن طبعا أنا ضد أن يعزلون كاملا عن المدرسة العادية لابد أن يدمجون في الفصول ولكن في فصول أو حصص خاصة خاصة بالتعليم الفردي للمادة اللي عنده مشكلة فيها هذه فقط الحصة هذه هو اللي يعزل ويأخذ فيها الدرس الفردي لعلاج أو لتخطي المشكلة اللي يعاني منها الطالب ومثلما يرجع إلى صفة عادة طبيعية ما فيه أي مشكلة لأن أصلا نسب الذكاء متوسط وعالي وبعضهم ما شاء الله يعني كياء جدا ونسب الدرجات في جميع المواد متفوق إلا في مادة واحدة مثلا أو مادتين فلذلك العزل أصلا يقلل من مستواهم الأكاديمي يحس بالنقص والتمايز ولا يعطي دافع أصلا التميز في المدرسة ولكن مع دمجة بالعكس راح يكون عادي ويندمج في المجتمع الخارجي أصلا يعني برا ما تشوف فرق بينه وبين أي طالب آخر ولكن في المادة المعينة أو مادة الفلانية هناك قصور معين وخارج عن إيراته يعني وخلل في الجهاز العصب المركزي فمع بعض الاستراتيجيات يرجع طبيعي ويكون أفضل من ما سبق لا شك يعني مع المشاركة وتعلم المهارات من غيرها من الزملاء وإنما يكون في فصل وإنه يستمتع مع الطلبة ممكن بالعكس باش تنحل مشكلته ويصير ذكي خصوصا إذا أحيطه بأطفال أذكية ممكن كذلك يكتسب منهم المهارات وطريقة التفكير وغيرها من أمور يتأثر فيها دكتور من أكثر المصابين اليوم هل هم نقدر نقول البنات الصغار أكثر الإصابات في الدكور هل هناك شيء وراء هذا الأمر لا ما في شيء معين ولكن الدراسات اللي طبقت أكثر الإصابات يعني الدكور 2 إلى 1 من الإناء وأكثر الصعوبات الانتشار اللي هي صعوبات القراءة فهذه الدراسات اللي بيانتها ولكن أسبابها للأمانة غير معروفة نعم نرجو اليوم أن هذه المشكلة يعني يتم علاجها دائما وأبدا ويتم مراقبة الأطفال أينما كانوا سواء من أولياء الأمور أو من أشخاص مختصين مثلك اليوم الدكتور ذياب العجمي الدكتور المتخصص في التربية الخاصة بالفعل ملاحظاتكم اليوم وتوجيهكم لأبنائنا في المدارس وغيرهم في المرحلة المبكرة قد يكون سبب اليوم في إنقاذهم من هذه المشكلة بمرحلة مبكرة قبل أن تتفاقم باشر ويصير الولد يعني غير قادر على التعلم وحتى تعلم يكون أبسط الأشياء القراءة والكتابة نعم فكل شكر لك وعسى الله يعطيك الصحة والعافية الله يعطيكم الصحة والعافية ويدنبيتكم يعني تدارك بعض القصور اللي عندها أولاد طلاب اللي يتميزوا إن شاء الله بإذن الله كل شكر لك الدكتور ذياب العجمي على ظهورك اليوم معنا في هذا السكايب وعلى توضيحك لمثل هذه المفردات اللي نسمعها وحينا نغفل عن البحث عن مفهوم هذا المفردة اليوم الدكتور ذياب وضح لنا على أن هناك نسبة في المجتمع من أطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم يجب أن نلتفت إليهم ونرعاهم ونأخذهم إلى المختصين لكي يتم حل هذه المشكلة وإن شاء الله مواجههم مشاكل في المستقبل في التعلم حتى ينشأ عندنا جيل صالح متقف قادر على قيادة المجتمعات والشعوب وغيرها شاهدين بعد الفاصل موضوع جديد فانتظرونا